السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الكرام لا تنسوا الاشتراك في الخناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وشكرا أجمعت الصحف الإسبانية يوم الخامس على أن عبدالصامة الزلزولي قرر البقاء مع فريقيا برشلونة ورفض المشاركة مع المنتخب الوطني المغربي في كأس أمم إفريقيا التي ستحتضنها الكاميرون خلال الفترة ما بين 9 يناير والثانيس من فبراير وحسب ما جاء في صحيفة سبورت فإن الزلزول اختار برشلونة وتخلى عن كأس إفريقيا مع المغرب مضيفة أن البالغة من العمر 20 عاما يدرك أن أولويته في التحسن كلاعب هي أن يلعب دورا رائدا مع برشلونة في يناير ولن يسافر مع بلاده أما صحيفة منذ دي بورتيفو الكتالونية فذهبت أبعد من ذلك وأكدت أن عبدالصامة رفض دعوة وحيد خليل الجيد كونه يرغب في تمتيل منتخب إسبانيا مستقبلا وسينتظر أن يتم سدعاءه من قبل الويس إنريكي لحمل قميص لاروخة في قادم المواعيد وأتار اسم الزلزول جدلا كبيرا في إسبانيا طيلة الأيام الأخيرة وتحديدا منذ ظهوره في القائمة التي اختارها خليل الجيد لتمتيل المتخب الوطني في كان 2021 حيث تحدثت الصحف الإسبانية عن إمكانية رفضه الدعوة ولحد الآن لا شيء رسمي تجد الإصارات إلى أن الزلزول يملك الجنسية المغربية والإسبانية ولم يسبق له اللاعب المتخب الأول لأي بلد والآن بات قريبا من تمتيل الاروخة وفق ما أكدته منذ دي بورتيبو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر